اشتركوا في القناة والإمام والخطيب في وزارة الأوقاف حياكم الله دكتور وسعادة في الرقائك الله حيكم ورحمة الله سعادة مرحبا تكرر الواف اليوم نتحدث عن خلق عظيم ويعني له فضل بلا شك الإنسان اليوصف في هذا الخلق طبعا إنسان موفق بلا شك وهو يعني وراءه خير عظيم بلا شك وإذا عرفنا الحياء يعني مفتاح كل خير فهو تكون إن شاء الله انطلقت حديثنا معك حول هذا الموضوع أن الحياء ما هو وراءه إلا كل خير إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد بداية شكر موصول لك أبو عبيد أبو عبيد أخو القائمين على هذا البرنامج المبارك بعد شكر الله تبارك وتعالى لا شك أن هناك صفة مباركة كما اضطرقت لها في بداية هذه الحلقة المباركة هي صفة الحياء وهذه الصفة إذا وفق لها العبد فإنه موفق من رب الأرض والسماوات إذا وفقه الله عز وجل لهذا العبد على هذه الصفة المباركة فهو صاحب خلق عظيم وصاحب صفة مباركة كيف لا وهي صفة الأنبياء كيف لا وهي صفة الله تبارك وتعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام حيي وكان شديد الحياة كان أشد من العذراء في خدري يعني مو في بيتها في الغرفة على قوات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من الناس يعني يقدر الناس وهذه الصفة لا تجدها في كثير من الناس إلا من وفقه الله عز وجل هذا توفيق من رب الأرض والسماء فإذا وفق العبد على هذه الصفة المباركة وحافظ على هذه الصفة وتمأن فيها وتفكر فيها أنها يعني من الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل رزقه هذه الصفة التي حرمها كثير من الناس سبحان الله تجد صاحب جاء صاحب مركز صاحب أموال لكنه ليس عنده الحياة شنو اللي كسب ما كسب من القيمة الإسلامية شيء بالمقابل تجد شخص لا عنده لا أموال ربما نحن نقول على العامية على الراتب لكنه صاحب حياء صاحب صفة مباركة ولذلك كان النبي كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حياء ولنا مواقف ستأتي إن شاء الله في حياء النبي صلى الله عليه وسلم طيب دكتور نواف لماذا بدنا هذا الحديث بأن الحياة مفتاح كل خير السؤال لماذا الحياة مفتاح كل خير قد يقول لك والله فلان يعني عيب أن يستحيح نعم صحيح فلماذا البعض قد يصف الحياة أن خلق قد يجعلك تتنازل بلات حقوقك تكون يعني حال جانب هي الأصل أن الحياة يعني صفة كمال للرجل نعم وصفة كمال للمرأة نعم أيضا لكنها سبحان الله انقلبت في الأول الأخيرة أن إذا أشير لشخص أنه صاحب حياة يقول أنه سبحان الله كأنه ضعف كأنه ضعف وهذا ما يعرف إجابة للعود وهكذا هذه الأقوان نسمعها لكن في الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قام قال الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله يعني أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجلين رجل ومعه أخ وهو يعض أخاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعض أخاه في الحياة ليش تستحي؟ نفسك موضوع ليش تستحي؟ ليش؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه أترك فإن الحياة لا يأتي إلا بخير النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الشخص يعض أخاه يلوم أخاه في الحياة أنك لا تقابل رجال وانك لا تقابل رياجين فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من حيائه أنه كان جالس مع أبو بكر وعمر دخل عليه أبو بكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم جالس وشيء من فخذه يعني كاشف فدخل عليه أبو بكر فلم يغطي النبي صلى الله عليه وسلم جزء من ركبته فدخل عليه عمر فلم يغطي فلما دخل عثمان سترى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته أو شيء من فخذه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه يستحي من الناس وهذه صفة كما قلنا صفة مباركة وموفق هذا العبد فإنها توفيق من الله عز وجل نعم إذن يعني بمعاذ أن الحياء لا يأتي إلا بخير المنطوط فيه أن يمنعك عن الرذائل السفاس في الأمور حتى لو كان أمر ليس في الدين لكنه يمنعك وذلك كله خير لا يوجد شك أن الإنسان يعيش في هذه الحياة وتمر عليه ظروف وتمر عليه أحوال وتمر عليه محقات لكن المسلم الذي يريد ما عند الله عز وجل هو الذي يعيش كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام يعيش كما أراد الله عز وجل أن نعيش صحيح الله عز وجل لم يجعلنا هكذا نعيش حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فأنت وأنا وهو وهي سنرجع إلى الله عز وجل وسيحاسبنا الله عز وجل في بذاءة الكلام وهذا من الحياة صحيح أستحي أن يقول كلمة سيئة نعم أو أني مثلا أنطق بكلمة سيئة صحيح وهذه منافية للحياة بعض الناس سبحان الله كلامه كالسيف بل أشد يطلق كلمات ربما يعني سبحان الله تقتو صاحبها صحيح كقتله بالسيف صحيح ولذلك كانت العرب قديما تقول إن المرء يستعظم من القريب ما لا يستعظمه من البعيد صحيح فمثلا لو أحد الأقارب قال كلمة بحقك تستعظمها تستعظم هذه الكلمة لكن ربما لو قالها شخص بعيد صحيح نفس الكلمة تقول هذا بعيد انتهى الأمر صح ولذلك كانت العرب تقول إن المرء يستعظم من القريب ما لا يستعظمه من البعيد نعم صحي نعم إذن يعني دكتور نواف الإنسان الذي يتميز بهذه الصفة وهذا الخلق خلق الحياة هو إن شاء الله تعالى على خير حتى يعني لا يظن أن الأمر إذا كان يتعلق بالدنيا فهو ليس بخير أو على خطأ حتى إذا كان حياة في أمور دنيوية إن شاء الله أنت بخير لا تستحي من ذلك يا شيخ دكتور نواف يعني يعني أقصده متى يكون الخجل مرض يعني يجب أن توقف عنده أنا قصدي نعم ما فرق بين الحياء المذموم نعم هو الحياء المذموم مرات إذا كان في قول الحق مثلا إذا بفصل بين اثنين وهذا قريب وهذا بعيد فبعضهم سبحان الله يمين للقريب استحياء منه هذا هو المذموم هذا المذموم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت وهذه سبحان الله قاعدة عنده كثير من التربويين يعني كثير من الناس يريد أن يربي ابنه على الأخلاق الفاضي الأخلاق الطيبة لكنه مع هذا يقول لا تستحي بالضب يعني هذه مصيبة وهذه دكتور يعني تفسر المقولة على وجهين إذا لم تستحي فأصنع ما شئت بمعنى إذا لم تستحي يعني أفعل ما شئت ليس من باب أنك يعني كما يقال يعني ليس لديك حياء بل أنت ليس لديك شيء منعك فأفعل ما شئت نعم وهذا يعني نحن يعني وأن ننبه الأخوة والأخوات أن لابد أن ننبه ونربي الصغار يعني الأبناء على الحياء بعضنا نحن الأغلب يعني إلا من رحمة ربي يعني لا جايب ربي ولده ويحاول فيه سنوات سنوات يقول لا هذا شيء الدوانية رب على وقتنا نحن يعني يعني قاطع الرجال وقاطع الرياجي بالسوال يعني هذه سبحان الله الحياة يعني نحن عشناها مع الآباء القديم كنا لما نجلس في الدوانية كنا لا نتكلم وكناك مدارس و الله هي مدرسة كان الدوانية الآن سبحان الله يعني الإبن يرفع صوته على ونفتقد حتى لأدب الحوار ودى الاستماع أربعة كون وقت وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء أحد الكفار قال يا محمد إن أردت النساء زوجناك أحسن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الحق معك لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ما هو أعلى حياء و خلق كان النبي صلى الله عليه وسلم صامت يسمى وهذا كما ذكرت هذا من أدب الحوار باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاطل لكن من أدبه و حياءه سكت يسمى فقال إن أردت النساء زوجناك أحسن من أجمل النساء قريش إن بك مرض طلبنا لك الطبيب إن أردت الأموال جمعنا لك خير الأموال أموال قريش فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام و انظر إلى أدب النساء قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتهيت خلص من كلامه نعم قال نعم قال اسمع فقرأ عليه بداية صورة فصلة الشاهد أن المؤمن لا بد أن في هذه الحياة في المجالس في العمل في غيرها لا بد أن يكون صاحب حياة نعم إذن دكتور لا تسمح لي فاصل و واجهي معك في فرنك من هذا الموضوع المهم و الجميل صفة الحياة فاصل واجهي إن شاء الله إذن حباتنا مشاهدي برنامج اللقاء على الأثراء خلقكم معنا إن شاء الله فاصل وراجعي لكم الحياء أبها زينة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في لقاء على أثراء وهذه الحلقة عن هذه الصفة صفة الحياة حياك الله لتور نواكم جديد سعداء بلقائك حياك الله مرحبا تور قبل فاصل تكلمنا عن بداية جميلة أن الحياة مفتاح كل خير والإنسان إن شاء الله صاحب الخلق الذي فيه حياة وإن شاء الله إن بدنا الله تعالى بخير وعلى خير إن شاء الله ذكرت أيضا تور أن الحياة في الحديث قبل قليل أن الحياة شعبة من الإيمان طيب ما معنى أن الحياة إيمان مثال الحياة شعبة الإيمان يعني الحياة جزء من الإيمان والإيمان كما تعرف وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد في الطاعات وينقص في المعاس والذنوب والزلع ولذلك كان رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياة أوصني فقال عليه الصلاة والسلام أن تستحي من الله كما تستحي من ملاقات رجلا صالح من قومك شوف ضرب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال تطبيقي عمل لما أنت تدش على رجل صالح من قومك من قبيلتك من عائلتك تدش على رجل صالح يعني نكاد نجزب أنه لا يمكن أن يكون صاحب يعني هذا الرجل صاحب بذاء صاحب كلام مراعاة لهذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك الآن لما تدش على أي شاي بشيء واضح سبحان لما تدخل عليه صحيح تكون صاحب أي ووقع تكون صاحب يعني كلمة طيبة وغيره وسمت وغيره استحياء منه فبالك يعني الرجل أن يستحي من الله أن يستحي منه صحيح ولذلك كثير من هذه من الأدام التربوية الشرعية أن يستحي الطالب أن يستحي الإبن الذي أكبر منه في البيت من أبوه أمه صحيح في المسجد من الشيخ صحيح الإمام في المدرسة من معلمه في بيت جدة أو جدة هذه من أمانه وخواله صحيح فلابد أن نعلم الأبناء على هذه الصفة المبارك صفة الحياة نعم صحيح الحياة بنوعيه سواء حياة الدنياية أو حياة من الله عز وجل هو كله خير إن شاء الله وكله إن شاء الله تعالى يعتبر من الإيمان بالنسبة لما الإنسان يعرف فضل هذا الحياة وأنه من الإيمان وشعر من الإيمان الأمر يوصف بالإيمان هذا يعني أنه لك به أجر صحيح وأنك تشهد لهذا صاحب الحياة أنه صاحب إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا هانة وما كان الحياء في شيء إلا زانة أو كما قال عليه الصلاة و هذا يوضح لنا أن الحياء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب حياء أو صاحب خلق النبي عليه الصلاة كان جالس بين أصحابه تخيل معي أبو عبيد هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان جائس مع أصحابه وكان يدار بينهم ما يدار من القصص وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت امرأة عجوز على النبي عليه الصلاة والسلام وأعطته قميص قالت يا رسول الله هذا القميص هدية لك عملت عليه أياما اشتغلت عليه أيام يقول رأي الحديث فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتاج له انظر الرجل الأول في الدولة المفتي الإمام القائد وهو محتاج إلى قميص هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأي الحديث فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج له فدخل بيته ثم خرج وهو لابس هذا القميص يقول رأي الحديث فوالله إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جمل القميص يقول فلما خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس هذا القميص قام أحد الصحابة قال يا رسول الله أعطني هذا القميص شوف حياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا محتاج له ولم يقل أنا أمير الدولة ولم يقول أنا الإمام وأنا المفتي لا لا و أنا القائد لا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نعم ثم دخل إلى بيته لم يتهن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القميص دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ثم خرج قال أين السائل و قبل أن يخرج لامه الصحابة قالوا ما كنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى هذا القميص و سألت قال والله ما أخدته لألبسه أنا ما أخدت القميص من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألبسه والله ما أخدته لألبسه إنما أخدته ليكون لي كفنا إذا مت فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل أو أين صاحب المساء قال أنا يا رسول الله قال أخذ القميص ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص والقديم أخذه هذا الصحابي يقول راو الحديث فوالله لقد كان له كفنا يوم القيام لما مات هذا القميص هذا من حياء النبي باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا محتاج له وأنا القائد أقابل السفراء كان عليه الصلاة والسلام لم يقل لا إلا في تشهده لذلك دكتور الحياة هو أبهزينة هو أجمل لباس للإنسان وطبعا هذا دائم النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شك لما تكون صاحب حياة فأنت صاحب دين لما تكون صاحب حياة أنت صاحب خلق لما تكون أنت صاحب حياة أنت صاحب يعني سبحان الله صفة كان يتصب بها الأنبياء والرسل بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بدأ في دعوته وهاجر من مكة إلى المدينة كان أول ما دخل المدينة كان أبو أيوب فهو أول موضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوها يقول لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته في المدينة الكل يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت عند دار أبي أيوب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي أيوب يقول أبو أيوب والله ما فرحت في هذا المنزل كما فرحت في نزول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ولذلك يعني لما قال أبو أيوب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كن فوق البيت أو كن فوق البيت ونحن نكون تحت البيت قال وما يضرك يا أبا أيوب قال حتى لا أكون أعلامك شوف الحياء مع أنه أسلوب تطبيغي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله من حيائه عند دخوله بيت رب هذا الصحابي بدقائق معدودة في الحياء فلابد أن نعلم منهم تحتنا على الحياء وأنها صفة من صفات الأمريك وأيضا تور من عظمة وفضل هذا الخلق وهذه الصفة العظيمة أن أنت الإنسان إذا كنت تحب الله ورسوله فهذا أمر طبعا إلى شك أمر عظيم وسلم وفق لكن أن الله سبحانه وتعالى يحبك أو يحب صفة معينة هذا أمر أعظم بطور أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة أدعى لأن تخلق بهذه الصفة العظيمة لا شك ولذلك يقول ابن عياض الفضيل ابن عياض من علامات القسوة قسوة القلب والعراضة عن الدين والعراضة عن كثير من الطاعات هي قلة الحياة يعني مرات تجد كثير من الناس من الشباب من الإخوان يعني قليل ما يعد الطاعات أو ربما ما يحص على الطاعات والسبب هي قلة الحياة كما يقول ابن الفضيل من علامات قسوة القلب قلة الحياة ولذلك هذا عمل قلبي الخوف الرجاء الحياة هذه أعمال قلبية ولذلك كثير من السلف كثير من العلماء يحرص كل الحرص على هذا الباب لأن في هذا الباب سبحان الله يفتح لك أبواب أخرى ففي الحياة تكون متعلقا بالله عز وجل ففي الحياة تكون متوكلا على الله عز وجل ففي الحياة تكون كثير الدعاء لله تبارك وتعالى بالمقابل الذي ليس عنده حياة تجد سليط اللسان كلمات بذيئة ربما يعتدي قولا أو فعلا أو حركة على الآخرين وهذه من الأسباب التي تكون قسوة في القلب الحياة يقودك إلى أنك تستحي إذا كان الله سبحانه وتعلم عليك أن لا تعبده أن لا تدعوه تستحي إذا الله سبحانه وتعالى أن أعمل لك أن تعصيه هو خلق عظيم يقودك حتى للطاعة و الابتعاد للفاصل أحسن الآن أبو أبيد يعني ربما أضرب مثالا والجواب سيكون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لو عندك خادم وأردت أن تعطي هذا أو أردت أن تؤدب هذا الخادم على شيء و يعصيك شنو رح تسوي فيه بعدين ربما تمشي تقول ما يصلح هذا يعمل عندي لا شيء فمن بالك أن الله عز وجل هو الرازق هو الذي يعطيك هو الذي يرزقك هو الذي يعطيك من الأولاد والأموال وغيرها ثم نعصيه هذه مصيبة لا بد أن نتربى على ما تربى عليه النبي عليه الصلاة والصلاة نعم إذن أحبثنا فاصل و رجع لكم إن شاء الله في لقاء على أثراء أخذكم معنا أحياكم الله مشاهد الكرام من جديد في هذه الحلقة من لقاء على أثراء عن صفة الحياء أحياكم الله من جديد و أحيا الله بثور نواف من جديد الله حييك أحبير ثور نواف اليوم حديثنا كان عن هذه الصفة وهذا الخلق والخلق الحياء و طبعا هي صفة من عظمتها أن الله سبحانه وتعالى يحبها و هي إن شاء الله تعالى يعني تقودك إلى الجنة الإنسان يجب أن يعرف أن هذا الحلقة و هذا الخلق يستشعر و يحتسب الأجر أنه مثاب علينا إن شاء الله تعالى نعم يعني الأجر أو الثواب الذي يثيبه الله عز وجل و يعطيه هذا العبد نعم بمجرد عمل يسير يعني سبحان الله برك لوالدك هذا الأجر العظيم يعني برك مساعدة الفقير هذا برك أيضا من الحياة أن تكون صاحب حياة و صاحب قلوب هذا عند الله عز وجل أجر عظيم و منزل رفيعة كيف لا و أن من أسماء الله عز وجل الحيي فالله عز وجل يعني يستحي كما جاء في نص الحديث و هذا من الحياة أن الله عز وجل يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يرده ما صفنا خائبه فالله عز وجل غني عني و غني عنك أبوبيد و غني عن مشاهد لكن الله عز وجل يريد أن يرى أثر نعمة العبد عليه يريد إذا أنعم الله عز وجل عليه لا بد أن تشكر هذه النعمة وتلجأ إلى الله عز وجل بشكر هذه النعمة له يعني بمعنى أنك تعلم أن هذه النعمة التي رزقت بها من الله عز وجل وبعضنا شرحان الله يعني إذا أنعم الله عز وجل عليه يقول هذه النعمة بتفكيري بحقلي بقوتي بجهدي ليس لأحد هذه مصيبة هذه مصيبة لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل نعمة ينعم الله عز وجل عليه من حيائه أنه إذا أنعم الله عز وجل جاءه أمر يحبه الله يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من حيائه أنه يسجد لله شكراً له هذه أمور يعني ينبغي للمسلم أن يهتم بها ألا وهي الحياة والتعلق بين العبد وربه طيب كور ما أجر الحياة يعني الإنسان حتى يعني يحرص على هذا الخلق عظيم إذا عرف أجره فإنه أدعى أن يهتم بهذا الخلق بلا شك نعم لابد أن يعلم العبد أن الحياة قبله لابد أن تكون محطات أو مراحل لا يمكن العبد أن يكون صاحب حياة وهو مثلاً لا يصلي صحيح صاحب حياة وهو لا يصم رمضان صاحب حياة وهو عاق لوالديه هذه سبحان الله أمور لا تركب بعضها على بعض ولذلك صاحب الحياة لو بحثت في حياته قليلاً وفي محطات حياته تجد أنه ربما يكون باراً بوالديه ربما يكون يعني محسناً إلى الناس ربما يكون صاحب طاعة ولذلك اعلم علم اليقين أن صاحب الحياة له أجر عظيم عند الله عز وجل كيف لا وهو اتصف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بل اتصف بصفة كان يتصف الله عز وجل بها وهي أن الله عز وجل يستحي من العبد إذا رفع يدي أن يردها مع صفة خائدتي ولذلك كم من الأجور كم من الأجور التي تصب في مصلحة أو في صندوق وحسنات هذا العبد صاحب الحياة كلما كان صاحب حياة رفعه الله عز وجل بها درجات باستطاعة صاحب الحياة أن يخلو بنفسه ويحصل الله عز وجل باستطاعة صاحب الحياة أن يسافر لأي دولة ويفعل ويشرب ويأكل ويشرب شيء محرم ويأكل شيء محرم ثم يعود إلى بلده من الذي منعه بابيك؟ من الذي منعه لأنه يعلم أن الله عز وجل المطلع عليك؟ هذا هو الحياة فكيف بهذا الإنسان الذي يذهب ويخلو بنفسه وتدعوه نفسه للمعصية ثم يقول لها لا يقول أحد السلف إذا أصتك إذا دعتك نفسك إلى معصية الله ولا يركحت فتل قول الله إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا هو الحياة أن تراقب الله عز وجل أن تعلم أن الله عز وجل مطلعا عليك كم له من الدرجات ترتفع في الجنة كم يرضى الله عز وجل عنه يعني إذا رضي الله عز وجل عن العبد ما هو الجزاء ما هو الجزاء هنا الكلام جنة أرضها السماوات والأرض عدة متقين كيف لهذا العبد أن يكون في هذا السياق وهو الحياة و يعني درجة في الجنة ثابتها لا يمكن صاحب الحياة تعلو به الدرجات في الجنة بفضل الله عز وجل ليس بعمله ليس بعمله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدهم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت يعني الصحابة كأنها ردت فعل يا رسول الله ولا أنت قال عليه الصلاة موضحا هذا الأمر قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة الله أكبر نعم أيضا يعني ذكرت مسئلة مهم قبل قليل أن الحياة هي صفة وخلق يعني كان قديما موجود يعني حتى العرب يعني سابقا كان لديهم خلق المروة حتى قبل إسلام يعني ذكر فكان يحرصون على ابتعاد عن أمور التي فيها مذم أو تنافل المروة وكل ذلك طبعا كانوا يحبون الصفات اللي فيها رجولة وشجاعة وغير ذلك وكل ذلك طبعا من الحياة أن يوصفوا بصفات غير حميدة ذكرنا نعم أحسنته لذلك كان يعني بعثة أو الهجرة الأولى للحبشة لما أرسل أحد الكفار أظنه أبو سفيان سأله ملك الحبشة فقال ما تقول برجل بعها إليكم باستطاعة هذا أبو سفيان أن يقول كذاب وأن يقول صاحب شعر وأن يقول مجنون فرصة لها فرصة ونحن أهله يقول يقدر ما أحد يعلم لكنه كان حين صادقا لأن العرب كانت تعيب الكذاب يعني مع أنه قبل الإسلام كانت تعيب قالوا أن النبي صادق قال إنه صادق ويصل الرحم وعدد صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سبحان الله قبل الإسلام كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الأمين الصادر الصادق الأمين وغيرها من الصفات المباركة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أعظم هذه الصفات أو من الأمور التي يعني يحبها الله عز وجل أنه الغفور الودود صحيح هذه الصفات المباركة غفور يغفر الله عز وجل للعبد ومهما بلغت الذنوب والمعاصي في هذا العبد صحيح وذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لنه بلغت ذنوبك عنان السماوة وسأتي السماوة ثم استغفرتني غفرت لك ولا أضعني نحن بالعامين نقولوا يعني راح أغفر لك وما أحميتني آه دي لأمر سهل فما بالك بالله عز وجل ولذلك الله عز وجل ذكر في صفات عباد الرحمن في آخر صوت الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر واحد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أثنين ولا يزنون هذه الصفات الثلاث أو هذه الأفعال الشنيعة الثلاث نرجع إليها في الحديث الآخر هي من السبع الموبقات اشراك بالله قتل النفس بغير حق والزنا هذه من السبع الموبقات مع ذلك قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة ثم تجلت رحمة الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صحف أولئك يبدل الله سيئاته وكان الله غفور ورحيم ومن تاب وعمل صحف فإنه يتوب إلى الله مثابة الشاهد الذي سنصل إليه أن الله عز وجل غفور ودود الله عز وجل يعني باستطاعة العبد أن يعص الله عز وجل طوال حياته لكن المآل الآخرة نار من تلظه الله عز وجل لم يخلقني ولم يخلق ولم يخلق المشاهد الكريم والناس أجمعين ليعذبهم الله عز وجل ما خلق الناس ليعذبهم إنما خلق الناس ليوحدوه ويعبدوه ويخلصوا العبادة لله عز وجل ثم يدخلون للجنة هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الموحد لله تبارك وتعالى هذه من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة الموحد لا يخلق في الناس هذه نعمة بحد ذاته هذه نعمة بحد ذاته لذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يخرج من بيته فوجد رجل يهودي كان يؤذيه يلقي القمامة والأذى من حياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما هو أعلى من هذا إدخاله في الإسلام فلما خرج مرة من المرات لم يجد هذا الأذى هل ترك زين يصير فيه سأل عنه فقالوا إنه يحتضر سيموت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظره وقال قل لا إله إلا الله نظر هذا الغلام إلى أبيه كأنه يقول يا أبا أسمع لكلام أبا القاسم فنظر أبوه قال اسمع كلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم ويقول الحمد لله الذي ألقذه من الله إذن نفاصل لي الحب وراجع لكم إن شاء الله في برنامجكم لقاء على أثر خالكم معا الحياء خلق يحبه الله تبارك وتعالى عن أشج بن القيس رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله قلت وما هما يا رسول الله قال الحلم والحياء أهلا بكم مموشد الكرام من جديد حياكم الله وأيضا حياك الله دكتور من جديد دكتور نواف قبل الفاصل كلمت أزاك لك خير وقفة جميلة مع آية كريمة وهي دافع للعبد يعني أن يستح من الله عز وجل حتى إذا يعني دعته نفسه لفعل المعاصي إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعني غفور ودود وهذه الصفة الله سبحانه وتعالى تصفيها يعني الإنسان إذا حصل بينه وبين شخص يعني سوء فهم أو خلاف لن ترجع علاقة كما كانت سابقا متأكيد يعني قد ينسى لكن يقع في القلب في القلب يعني شيء معين لكن الله عز وجل يغفر لك ولا يبالي عز وجل وهذه صفة تدعوك إلى أن تستحي من الله عز وجل إلا أن تعرف أن الإله عظيم وفي هذه الصفة العظيمة نعم يعني هذه الصفة كما قلنا صفة مباركة ولذلك لعلي أضرب مثالا في حياء الأنبياء على عجالة هذا أيوب أصيب بمرض ما يقارب 18 سنة في طريح الفراش 18 سنة يعني حتى أن الناس ملوا زيارته هل في هذه السنوات دعا الله عز وجل حتى قيل أن زوجته قالت ادعو الله قال إني أستحي انظر حياء منه إذن هذه صفة الأنبياء كلهم هذه صفة الأنبياء بعد لذلك كان يقول إني أستحي من الله أنه متأني بسنوات ولا أصبر على هذه السنوات انظر هذا الحياة إنما يدعو من باب أنه لا يريدين يدعو أو أن ما صابه شيء عظيم من باب آخر إنما من باب الحياة من باب الحياة ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه في صفة الحياة ويذكر القرآن ويذكر الصحابة في صفة من صفات الأنبياء وهي صفة الحياة أيضا قصة يوتف ويعقوب عليهما السلام لما كما يعلم المشاهد وكما تعلم ما يخفى العلمك الشريف أن لما نهاية القصة قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي لماذا لم يستغفر مباشرة هذا حياة أبن الله عزيزي هذا حياة قالوا لأنه سيختار الوقت المناسب في السحر آخر الليل وهذا يناسب هذا المقام أحسنت هذا المقام هذا هو الحياة باستطاعة يعقوب أن يرفع يديه ويدعي لكنه هذه هذه رأفة الوالد على ابنائك أنسب وقت إجاب الدعاء أحسن وهو السحر فقال سوف أستغفر لكم ربي أجل الاستغفار إلى السحر أولا إخلاص للنية صحيح حضور القلب نعم حياء من الله عز وجل لدى الإجابة مظنة الإجابة في آخر الليل وهو وقت السحر صحيح هذه كلها يعني تمر علينا لما نقرأها أيضا هناك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كان يعني تمر عليه العجوز الأمة وتأخذ من حيائه أنه لا يقول لا أنا أمير وأنا يعني قائد لا يرد كان إن الأمة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى حاجتها تذهب إلى ما تريد هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب حياء وصاحب خلق ولذلك باستطاعة العبد أن يكون صاحب حياء كيف ربما الآن المشاهد الكريم يسمعنا ويقول أنا ودي أكون صاحب حياء هل هو خلق إنسان مصطنع أو خلق يكون في الإنسان جبل أنا يعني أنصح نفسي أولا وأنصح المشاهد الكريم إذا أردت أن تكون صاحب حياء فقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ إلى كتب مؤلفات لا 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 تقرأ إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياء وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فتجد العجب العجاب اللهم مصطنع نعم طيب شور الحياة أيضا إذا إنسان وفق يعني من ثمرات الحياة يعني الاتعادة في المعاصي وهي ثمرة عظيمة بلا شك نعم يعني هي من مضان جلب الحياة البعض عن المعاصي نعم هذا متعارف عليه كما تعلم ولذلك يعني كثير من أهل العلم يعني إذا تكلم في الأخلاق وتكلم في الأخلاق أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ونحوهم تكلم إذا أتى بالحياة أتى بالبعد عن الذنوب والتعلق بالدنيا وهذه من أسباب جلب الحياة كسب الحياة عند الإنسان هي أن يكون بعيدا عن الذنوب والمعاصي التعلق بالحياة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم قام وتركها هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويذهب ولا ولا يؤذي جرانه ولا يؤذي الناس ولا يتلفظ بكلمة جارها إنما كان صاحب حياة كان يأتيه يعني الأعرابي من البادية ثم يسأله يسأله والنبي ربما يكون ليس عنده شيء كثير من حيائه أنه يعطيه ولذلك مرة من المرات دخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطني مما أعطاك الله فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبليه ماذا فعل هذا العرابي ذهب إلى قومه مسرعا يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاعا لا يخشى الفقر انظروا إلى هذا هذا يدلنا على الإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يرد السائل ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هذه المسألة حريصا على هذه المسألة بين أصحابه كان يلقن أصحابه كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى ثمرة ثمرة غرسه لهذه الفضيلة و لهذه الصحاب يريد أن يرى تربية أصحابه قبل أن يفارق الدنيا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرس كل الحرص على صفة الحياة و أن يعلم أصحابه هذه الصفة المباركة إذن نسى و سبحانه تعالى أن يجعلنا من أصحابه هذه الصفة و أن يجعل ثمارها إن شاء الله تقوى الله عز وجل نقول لك تكتور رزاك الله خير و بارك الله فيك و نفع عن الله بكل ما قلت اللهم آمين و أنا شاكل لك و رضيك أيضا شكر مصولكم و أحبتنا و مشاهدين الكرام انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة حتى ذلك الحين نستودعكم الله وسلام عليكم و رحمة الله و بركاته